الحقيقة نظرنا في أسواق العمل في العالم بشكل عام وجدنا أنه إذا تضافرت الجهود بين أسواق عمل مختلفة وبين اقتصادات مختلفة وتكاملت الجهود هذا يخلق عائد اقتصادي أكبر للعالم بشكل عام ويخلق وظائف أكثر للعالم بشكل عام ويخلق فرص أكثر للعالم بشكل عام دورنا في كل الإفنت اللي تحصل في العالم والمناسبات اللي تحصل في العالم والمناسبات الاقتصادية تحديدا وللها علاقة بسوق العمل ما وجدنا مؤتمر يخدم العالم كثينك تانك ولا كمحرك فكري لمستقبل أسواق العمل في العالم المحرك الفكري يدرس ويحلل ماذا يحصل إيش محركات البطالة إيش محركات التنافسية إيش محركات الإنتاجية إيش احتياجات أسواق العمل العالمية كيف ترفع مهارات الباحثين عن عمل كل هذا إذا حطيته في مكان واحد تجد تساؤلات متشابهة وإجابات مبعثرة يعني في كل جغرافيات العالم فتم اتخاذ القرار أنه يكون فيه مؤتمر يجمع بين كل هذه العقول وكل هذه الأفكار وكل هذول الاقتصاديين والمشرعين ومحركين الاقتصادات والأسواق العمل في العالم وأصحاب القرار من العاملين ومن أصحاب العمل ومن الجهات الحكومية إذا كانوا في مكان واحد رح يفكروا بطريقة متكاملة أكثر ولما درسنا إيش اللي هو موجود في العالم وجدنا أنه هذا حيكون شيء متفرد وينيك ويخدم كأنه المنتدى الاقتصادي الدولي متخصصا في أسواق العمل العالمية هذا كان المحرك الأساسي والفكرة الأساسية للنسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل ما دور اليوم التقنية في سوق العمل وفي التوظيف؟ واحد من الأسئلة اللي سألناها لأنفسنا في البدايات ليش هذا المؤتمر في السعودية؟ ليش هذا المؤتمر يكون في الرياض؟ لما راجعنا ما حصل في أسواق العمل أو في سوق العمل السعودي خلال الأربع والخمسة سنوات الماضية أعطيك بالأرقام أشياء بسيطة جداً نخفض معدل البطالة في المملكة من 12% في 2019 يعني قبل الجائحة إلى 8% اليوم 8.3% unemployment طبعاً خلال فترة الجائحة ارتفع إلى 15% والآن نخفض إلى 8.3% هذا الانخفاض إذا قرنته بمعدلات وقت الجائحة فهو انخفاض 40% في معدلات البطالة إذا قرنته بما قبل الجائحة فهو بين 25% إلى 30% انخفاض انخفاض بهذا الحجم في البطالة ما حصل قبل كده في كثير إذا ما كان في كل أسواق العالم هذا السبب الأول اللي وجدنا إجابة أنه فيه فورميلا معينة في سوق العمل السعودي تدعو إلى أنه نشرك هذه التجربة ونتحدث عن هذه التجربة ونقوم ونعدل هذه التجربة في التعامل مع تحديات أسواق العمل في العالم الشيء الثاني التحول الرقمي واللي سألت عنه التقنية اللي صار خلال الثلاثة والأربع سنوات الماضية أنه وضعنا كل سوق العمل كاملا بلاتفورم سوق العمل كاملا في منصة واحدة اللي هي منصة قوة في كثير من أسواق العمل في العالم تجد أمور متشعبة أو موزعة تلاقي جهة تصدر التأشيرات جهة توثق العقود جهة تدير الخلافات العمالية جهة تدير التفتيش جهة تدير حرية حركة العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر إذا سألت عنه في المملكة الله يسلمك أنه في منصة قوة كاملنا كل خطوات أو كل ما يتعلق بسوق العمل في منصة واحدة من الإذن بالحصول على تأشيرة إلى التحقق من مهارة العامل إلى إصدار التأشيرة إلى توثيق التعاقد بين العامل وصاحب العمل إلى التفتيش الذكي والتفتيش الموجه والتفتيش الذاتي والتفتيش الإلكتروني إلى حرية حركة العمالة أو حرية تنقل العمالة إلى إنهاء العلاقة التعاقدية إلى حماية الأجور كل الخطوات في منصة واحدة وهذا الحقيقة تحول كبير أغين ما لقنا له شبيه في العالم أنه أحد أذار بلاتفورم متكامل لسوق العمل كاملا في منصة واحدة هذا يفتح آفاق كبيرة جدا لقراءة هذه البيانات وتحليل هذه البيانات والطلوع بقرارات وتوجهات واقتراحات للتحسين مبنية على أكشوال ديتا موجودة في هذه المنصة السؤال الأخير فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتقنية بشكل عام كيف استخداماتها في هذا الجانب سواء في موضوع التوظيف أو في موضوع تحليل البيانات وأيضا يعني إيش نتوقع بالفترة الجاية من حيث مثلا التوظيف بالمملكة هتركزون على قطاعات معينة شوف الله يسلمك أول شيء في قطاعات معينة هي اللي تقود خلق وظائف بشكل كبير جدا في الاقتصاد السعودي وهذا خلال الحراكة الأخير ومبني على رؤية عشرين ثلاثين خلقت وظائف كثيرة في قطاعات زي السياحة زي الرياضة زي الترفيه زي التقنية زي الإعلام زي الثقافة هذه القطاعات كانت أكبر محركات لخلق وظائف خلال الكم سنة الأخيرة وهذا الشيء سيستمر خلال السنوات القادمة بالنسبة للذكاء الصناعي ما زال هذا السؤال مفتوح بمعنى سيعرف العالم خلال السنوات القادمة هل استخدام الذكاء الصناعي سيساهم في ردم الفجوة بين الناس وتوفير الفرص للجميع ولا سيساهم في زيادة هذه الفجوة بين الناس القادرين على تبني هذه التقنيات والناس اللي مهم قادرين على تبنيها لكن هذا من أحد أهم نقاشات المؤتمر واللي على أساسه أكثر من جلسة ستناقش كيف يمكن استغلال الذكاء الصناعي بالشكل الأمثل لخلق قيمة اقتصادية كبيرة تعود بمردود على الاقتصادات وعلى الأعمال وعلى الأفراد